السلام عليكم اخوتي اخواتي في هذا الفيديو بغيت نعطيكم الحصيلة السنوية لجمعية مصير مراكن امريكان كونكشنز ان ريفير لاتخلقات من اجل ادماج الجالية المغربية وتشجيعهم على الانخيرات في تدبير الشأن العام من خلال مبادرات تقافية وتربوية بالنسبة للحصيلة كانت كالتالي اليوم التقافي المغربي للتعقد السنة الماضية وكان لقى واحد نجاح كبير كذلك العاب الشعبية المغربية تدريب بعض ابناء الجالية على تقنيات الاخراج والانتاج التلفزي بشراكة مع اداعة الريفير اللي كانت تواجد فيها الان تدريس اللغة العربية لبعض عناصر الشرطة والساتدة وكذلك بعض موظفي المدينة تم خلق قسم لتدريس الاعلاميات داخل تانوية الريفير لكي درسوا احد المهندسين المغاربة وكذلك خلق قسم مجاني لتدريس اللغة العربية داخل تانوية الريفير كذلك الرواق المغربي اللي شارك في عدة ملتقايات هذه السنة نذكره من بينها المهرجان الاسلامي لنيو انجلند مهرجان الخريف لمدينة الريفير مهرجان شارع شورلي التقافي استعرادات كولومبوس والمهرجان الفني لمدينة الريفير اللي كانت فيه اول مشاركة مغربية ممثلة في الفنان المغربي القادير السيد عبد العاطي ايت احد واللي تيحمل لقب السافير الشرفي للمغرب بمدينة الريفير الشكر الجزيل كذلك لديدجي هشام والنقافة حليمة وجميع الفنانين المغاربة لكي يرجع لهم الفضل في انجاح الرواق المغربي كذلك قامت جمعية مصير بالنقل المباشر لمباراة تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم وتأثير الاحتفال بالشارع العام اشتغلت جمعية مصير مع بعض الجمعيات الامريكية النشيطة على الصعيد المحلي في عدة مشاريع لعل ابرزها ترجمت التطبيق ديال ركن السيارات الى اللغة العربية كنتيجة لكل هذه الانجازات تم تكريم رئيس جمعية مصير بالبرنامان المحلي ووضع جمعية مصير ضمن الموارد المحلية بالموقع الرسمي لمدينة الريفير احتفلنا كذلك جميع بتعيين اول شرطي داخل ولاية الامن ديال المدينة ومازالين خدامين مع المسؤولين لادماج المغاربة وهدفنا لهذه السنة هو تعيين مغاربة بالوقاية المدنية واللي كانت طلبوا من هذا المنبر ان الاخوة اللي كيحسوا براصهم مؤهلين للقيام بهذا العمل انهم يتصلوا بنا مشاريعنا لسنة 2018 خلق اقسام اللغة العربية ومركز الارشادات اللي غادي يكون كل يوم احد من الساعة التاسعة الى الساعة الرابعة بدار الشباب على امل ان البرنامج يزدهر وتعطينا المدينة واحد المقر اللي يمكننا نفتحوه طيلة مدة الاسبوع كذلك مركز تدريب كرة القدم اللي غادي يشرف عليه المدرب المغربي ياسين سميسم اللي غادي يكون مساء كل يوم اربعاء بالقاعة المغطات لاعدادية غارفيلد وتمكن المقاولات المغربية من الدعم المالي لخصصاته الولاية لهذه المدينة واللي كي تجلى في خمسالاف دولار ديالساين وخمسا وعشرين الف دولار لتزيين الواجهة كذلك غادي يكون ان شاء الله هاد السنة اليوم التقافي المغربي في نسخته الثانية في شهر يونيو 2018 وكذلك غادي نشوف خلق برامج للبالغين لتأهيلهم لسوق العمل واللي غادي نعنلع لهم في الوقت المناسب للالتحاق بجمعية مصير الباب دائما مفتوح ويمكن التصلوا بنا عبر الإيميل التالي info at masir.org أو على الهاتف 781-808-4934 وشكرا للجميع على دعمكم